مساء الخير دكتور أنا مدير مبيعات في شركة شحن بضائع هل الجنة والنار حقيقتين؟ كيف يمكنني تصديق ذلك كشخص بسيط؟ أنا لا أؤمن بأي ديانة يسأل الأخ سؤالا كيف أعرف أن الجنة والنار موجودين؟ كيف لشخص عادي أن يصدق ذلك وهو لا يؤمن بأي ديانة؟ يا أخي ما هو تعريف كلمة دين؟ الدين هو طريقة الحياة وكيف تدير حياتك؟ فكثيرا من الناس يقولون أنهم مجرد بشر عاديين ولدوا هنا وسيتعلمون طريقة الحياة عن طريق التجربة والخطأ على سبيل المثال إذا ذهبت للغابة لأول مرة ولا تعرف ما إذا كانت الفواكه سامة أم لا إذا بدأت في الأكل من أي فاكهة فربما سينتهي بك المطاف ميتا نتيجة أكل فاكهة سامة ماذا تفعل؟ تسأل خبير أليس كذلك؟ على سبيل المثال عندما تمرض إلى من تذهب إلى من تذهب أخي ولماذا؟ بالطبع تذهب إلى الطبيب لأنه خبير في معالجة المرض أليس كذلك؟ لا تستطيع أن تقول أنا بشري أستطيع علاج نفسي لا هذا هو ما يقوله القرآن في سورة النحل يقول القرآن في سورة النحل الصورة رقم 16 وصورة الأنبياء الصورة رقم 21 فاسألوا أهل الذكري إن كنتم لا تعلمون إذا كنت لا تعلم فلتسأل الشخص الخبير وبالمثل عليك أن تسأل خبيرا لكي تدير حياتك والآن من هو الخبير؟ من هو الخبير الشخص الذي خلقنا؟ من خلقنا؟ هو الله تعالى إذن فعلينا أن نتبعى تعاليم الله تعالى وإذا لم تكن تؤمن بالله تعالى فعليك أن تستمع إلى المحاضرة التي كانت بعنوان هل القرآن كلام الله؟ أثبتت علميا ومنطقيا وجود الله سبحانه وتعالى وإذا كنت ملحدا هل تؤمن هل أنت ملحد يا أخي؟ معذرة هل أنت ملحد؟ لا لا لست ملحدا إذن ماذا تكون هل تؤمن بالله؟ في الواقع أنا أؤمن بوجود قوة ولكن حسنا هذا يعني أنك تؤمن بالله تريد أن تسمي قوة تريد أن تسمي ما وراء الطبيعة أنت تؤمن بالله الأمر أنه أنا أؤمن بشيء شيء أنت لا تعرف اسمه اسمه الإله يمكنك أن تسمي القوة أو تسمي أي شيء إذا كنت لا تؤمن بالله فلتشاهد محاضرتي عن هل القرآن كلام الله؟ إذا كنت لا تعرف من هو هذه القوة فشاهد هذه المحاضرة حيث اثبت علميا بما لا يدع مجالا للشك وجود الله تعالى وأن القرآن هو كلام الله والآن بالعودة إلى سؤالك إذا كنت تتحدث عن القوة فهذا يعني أنك تؤمن بالديانة لأن تعريف كلمة دين طبقا لقاموس أكسفورد تعني الإيمان بقوة متحكمة خارقة للعادة فكلمة القوة موجودة هذا يعني أنك تؤمن بالديانة ما فكلمة دين طبقا لقاموس أكسفورد تعني الإيمان بقوة متحكمة خارقة للعادة أو إله شخصي أو آلهة يستحقون العبادة فهذا يعني أنك تؤمن بدين ما ولكنك لا تعلم تعريف الدين فلا تقول أنا لا أؤمن بأي دين فكلمة دين الإنجليزية ترجم بقاموس أكسفورد إلى الإيمان بقوة خارقة متحكمة وأنت تؤمن بالقوة أو إله أو آلهة شخصيين يستحقون العبادة والطاعة ولكي تعلم المزيد عن هذه القوة فلتشاهد محاضرتي هل القرآن كلام الله والآن بالعودة إلى سؤال كيف أثبت وجود الجنة والنار إذا استمعت إلى محاضرتي ستجد أنني أثبت الكثير من الأشياء العلمية في القرآن فإذا استخدمت العلم على القرآن ستصل إلى أنه مهما قاله القرآن فإنه يمكن إثباته 80% منه على أنه صحيح علميا بنسبة 100% يتحدث القرآن عن العديد من الحقائق العلمية والتي عرفناها قريبا فليتحدث عن الفلك وعن قروية الأرض وعن الانشطار الكبير وعن أن ضوء القمر ليس خاصا به بل هو ضوء منعكس وعن دورة المياه ويتحدث عن علم الأحياء والنباتات والحيوان وعلم الأجنة كل هذه الأشياء واليوم هو عصر العلم والتكنولوجيا فإذا وضعنا اختبار العلم على القرآن سنصل إلى أنه في 80% مما قاله القرآن صحيح تماما بنسبة 100% وال20% الباقية هي غامضة لا صحيحة ولا خاطئة كما أنه من بين 20% الباقية لم يتم إثبات 0.1 حتى على أنها خاطئة هذه حقيقة علمية هي غامضة فما يقوله المنطق هو أنه إذا كان 80% من شيء صحيح بنسبة 100% ولم يتم إثبات أي خطأ من 20% الباقية فهذا يعني أن 20% الباقية ستكون صحيحة إن شاء الله هذا اعتقاد منطقي أليس كذلك؟ وكوني طبيبا أرى القرآن يتحدث عن الفلك وعلم الأجنة والجينات وكل هذه بطريقة صحيحة ثم تسألني يا أخي أنت طبيب وتؤمن بالنار وتؤمن بالجنة وتؤمن بالجن وتؤمن بالحياة بعد الموت يقول منطقي أنه إن شاء الله فإن العشرين في المئة الباقية في القرآن لم يصل العلم لمستواها بعد لا يستطيع العلم إثباتها لربما يثبتها العلم بعد خمسين سنة أو عشر سنوات ولكن العلم لم يصل لهذا المستوى بعد لذلك أؤمن بأن العشرين في المئة الباقية التي لم يتم إثباتها بالعلم أنها صحيحة أم خاطئة أنها صحيحة هذه طريقة لإثبات وجود الجنة والنار وهناك طريقة أخرى سهلة وبدون قراءة القرآن يا أخي أنا أسألك سؤال بسيط هل السرقة شيء جيد أم سيء؟ السرقة شيء جيد أم سيء؟ السرقة سيء سيء أجل اختصاب الفتيات لا 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 سيء 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 حسنا والآن أود أن أسألك سؤال هم منطقيا فلنفترض أني من كبار عصابات المافيا نتحدث بشكل منطقي أنا من كبار عصابات المافيا وأسرق كثيرا فلتثبت لي منطقيا وعقليا فأنا شخص منطقي وعقلي جدا فلتثبت لي أن السرقة شيء سيء لي بشكل عقلي ومنطقي وسأتوقف عن السرقة اعطني فقط سببا واحدا لماذا السرقة شيء سيء بالنسبة لي وسوف أتوقف عن السرقة إنها تؤذي الآخرين تؤذي الناس إنها تؤذي الآخرين كيف يشكل ذلك فارقا لي هل سيضرني شيء إذا سرقت ألف ريال سأستفيد من ذلك يمكنني مشاهدة فيلم في السينما الذهاب إلى فندق خمسة نجوم كيف يضرني ذلك إذا كان يضر الآخرين هل تضرني لقد طلبت منك أن تثبت لي أن السرقة شيء سيء لي لا أهتم بالآخرين لماذا قد تكون السرقة شيء سيء بالنسبة لي إذا سرقت منه ألفا فقد تضر ولكن ماذا يضرني في ذلك إذا كانت ستؤذي غيري لكنها لا تشكل فارقا معي يمكنني أن أستمتع بهذا المال لقد طلبت منك أن تعطيني سببا واحدا فقط منطقيا يجعل السرقة شيء سيء بالنسبة لي أنا أنا عضو في عصابة مافيا كبيرة وأنا قوي وأنا شخص علمي ومنطقي فلتعطيني سببا واحدا منطقيا جيدا يجعل السرقة شيء سيء لي وسوف أتوقف عن السرقة محاولة أخرى محاولة أخرى لماذا هي شيء سيء لا جواب لا إجابة فلتحاول هي هناك مئة سبب يمكنك أن تعطيه أتعرف في الحقيقة كما قلت فإن الدين يعني طريقة الحياة ليس الدين لماذا السرقة شيء سيء لا تذهب للدين لا أنا لا أرجع للمقطة أخبرني أولا لماذا السرقة سيء ثم سأعود لنقطتك هذه هي طريقة الحياة لا ترك في الحياة قل لماذا في رأيك السرقة شيء سيء لماذا السرقة شيء سيء بالنسبة لي وسوف أتوقف عن السرقة إنها تؤذي الآخرين لذلك ماذا يضرني عندما تؤذي الآخرين هل يضرني ذلك بالتأكيد لأنه عندما لماذا هي سيء بالنسبة لي لا أسألك عن الآخرين عندما نتحدث عن المجتمع فإننا علينا أن نواجههم ها أنا أواجههم الآن ماذا حدث لماذا هي شيء سيء بالنسبة لي لن يحترمني المجتمع لماذا يشكل الاحترام فارقا عندي يمكنني أكل دجاج البيران المشوي أو دخول السينما أو فندق خمسة نجوم ماذا سيختلف إذا احترمني المجتمع أم لا فلنفترض أن شخصا فقير يحترم المجتمع وهو لا يجد ما يأكله هل سيكون سعيد؟ ألا يحتاج إلى أن يأكل لكي يعيش؟ تقول احترام المجتمع فقط بينما الشخص يموت من الجوع أتعرف فإنه يموت آلاف الأشخاص في الهند من الجوع ماذا سيختلف؟ أنا أسألك أعطيني سببا واحدا يجعل الصرقة شيء سيء بالنسبة لي لأتوقف عن الصرقة لماذا هي شيء سيء لي؟ هل يستطيع أحد أن يساعده؟ لماذا الصرقة شيء سيء؟ لماذا الصرقة سيئة؟ هناك إجابات مختلفة سأساعدك ربما تقول ستقبض عليك الشرطة ذلك سبب منطقي جيد قد تأتي الشرطة وتقبض عليك صحيح؟ ولكنك لم تقل الإجابة فأنا أساعدك لكني قلت لك يا أخي أنني عضو في عصابة قوية فالشرطة والوزراء تحت تحكمي عصابة كبيرة فكما تعرفوا فأن عصابات المافيا الكبيرة تتحكم فيهم فأنا أدفع لهم المال الشرطة تأخذ من الأموال فلماذا سيقبضون علي؟ لس صغير مثلك لا يجب أن يسرق فسيقبض عليها أنا رئيس عصابة كبيرة فأنا أدفع الأموال للشرطة والوزراء لأتحكم فيهم فاللس الصغير مثلك لا يجب أن يسرق بينما كبار لصوص مثلي يمكن أن يسرق سبب آخر سأساعدك ربما سيأتي شخص آخر ويسرق كأجل لا يستطيع أحد أن يسرق مني لأنني لدي مئة حارس شخصي كلهم مختبئون خلف المسرح إذا سرق لس صغير فسيسرق منه الآخرون ولكن لا أحد يستطيع السرق مني لأني لدي مئات الحراس يحملون أسلحة فإنك لا تستطيع أن تثبت منطقيا أن السرق شيء سيء على الرغم من كل العلم والتكنولوجيا الذي تمتلكه إذن هل أعتبر أنك تقول أن النار تستخدم لتخويف الناس فإنهم إن فعلوا أشياء خطئة سيدخلونها بعد الموت؟ أي أشياء خاطئة كيف تقول أن السرق خطأ؟ فأنت لم تثبت لي أصلا أن السرق خطأ عندما تثبت لي أن السرق خطأ حينها يمكنك أن تأمرني أن لا أفعل ذلك لذلك فأنت تحتاج إلى خالق ليخبرك بما هو صحيح وبما هو خاطئ تحتاج إلى طبيب ليخبرك أي طعام مفيد وأيه دار هذه الفاكهة سامة بينما هذه مفيدة التفاح صحي بينما التوتو البري سام يقول الطبيب لك ذلك ولا يوجد طبيب أفضل من الله سبحانه وتعالى هذا كلام المنطق يا أخي رئيس العصابة لديه مئات الحراس ولا يستطيع أحد أن يؤذيه وصدقني هناك العديد من الأمثلة حيث يموت فيها ميتة مريحة جدا ولكني أسألك سؤال بسيط جدا يا أخي ألا تعتقد أنه لابد من وجود عدالة؟ يا أخي أجل ألا يجب أن يعاقبه شخص ما؟ القانون موجود ولكن القانون لا يستطيع معاقبة كل الأشخاص أليس كذلك؟ هناك الكثير من العصابات في إيطاليا والكثير من الخارجين عن القانون في الهند ولا يستطيع القانون فعلي أي شيء لهم فالقانون تحت تصرفهم لكن رغم ذلك فأنتك شخص بسيط ألا تعتقد أنه يجب معاقبتهم الاختصاب شيء جيد أم سيء؟ هناك العديد من المختصبين يختصبون الفتيات لا يستطيع القانون القبض عليهم أفلا تعتقد أنه يجب معاقبته؟ أجل ولكننا نرى الكثير من رؤساء العصابات في هذا العالم يموتون ميتة مريحة وهم أغنياء وأصحاب ملايين لا بد من وجود نوع من العدالة الرضي يعطيه لنا خالقنا في سورة آل عمران السورة الثالثة الآية 185 كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فهذه الحياة ما هي إلا متاع الغرور إذا لم تكن هناك حياة بعد الموت فإن هذه الحياة غير عادلة ما نقوله هو أن العدالة الكاملة ستكون يوم القيامة سيحقق خالقنا الله تعالى العدالة سأقول للشخص حسنا فلتكن لصن كبير على سبيل المثال فنفترض أني مسلم وأنك زعيم العصاب ولا أحد يستطيع إذا أكواس شرطة تحت تحكمك سأسألك هل نحتاج للعدالة أجل إذا قام شخص بسرقتك نحن نتفق أنه لا يستطيع أحد سرقتك ولكن ألا تعتقد أنه لا بد من العدالة هناك العديد من اللصوص والأشرار والمجرمين الذين يخرجون عن القانون فلولا وجود حياة بعد الموت فإنك لا تستطيع إثبات أن السرق شيء سيء ولا أن الإختصاب شيء سيء لولا وجود حياة بعد الموت فإنه لا يوجد كتاب على الأرض ولا الأمة ريزا ولا غاندي يستطيعون أن يثبتوا أن السرق شيء سيء إلا بوجود مفهوم الحياة بعد الموت لأنه سوف أسألك سؤال هتلر يقول لنا تاريخ أنه قام بحرق ستة مليون يهوديا حيا كم يهودي؟ ستة ملايين ستة ملايين فلنفترض أن القانون قبض على هتلر ما هي العقوبة التي ستفرضها عليه للتعويض عن حرق ستة مليون يهودي حيا هل تستطيع أن تعطيه أي تعقوبة؟ أخي ربما علينا أن نضعه في السجن حتى نهاية حياته هل سيكون ذلك مساويا لحرق ستة ملايين يهودي؟ هل الحرق أفضل أم وضعه في السجن أفضل؟ بالتأكيد إذن فأقصى ما يمكنك فعله هو حرقه حيا ولكن هذا سيساوي واحدا فقط من الستة ملايين أما ماذا عن الباقين؟ ماذا عنهم؟ ما هي الأعدالة التي سيقوم بها القانون؟ ولكن القرآن يقول في سورة النساء سورة الرقم أربعة الآية ستة وخمسين إن الذين كفروا بآيتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب إذا قم هتلر بقتل ستة مليون يهودي يقول الله أنه يمكنه أن يضعه في النار ويعطيه جلدا جديدا يستطيع الله أن يحرقه ستة ملايين مرة ليس هناك بل في الآخرة في جهنم إذن فالطريقة الوحيدة لمنع شخص من قتل ستة ملايين من اليهود هي أن أقول له أن الله في الآخرة سوف يحرقه أحرقه 12 مليون مرة أنت لا تستطيع أن تعطيه ذلك الجزاء هنا لذلك ندرك أننا لا نستطيع أن نثبت أن الصرق أو الاختصاب أمورا سيئة إلا في وجود مفهوم الجنة والنار لهذا السبب فإن خالقنا الله تعالى هو الذي خلق البشر فهو الذي يخبرنا ما هو الشيء الجيد أو السيء وهو الذي يخبرنا القواعد والقوانين وهذا يسمى الدين فأول شيء يجب أن تعرف أي الكتب هو الكتاب الحقيقي الذي أنزل إلينا من هذا الإله وبعدما تقوم بالبحث سوف تصل إلى أن ذلك الكتاب هو القرآن كل النصوص المقدسة تتحدث عن الله تعالى وكلها تشير إلى آخر كتاب منزل وهو القرآن وخاتم الرسل